تنضم إلينا من الخرطوم سيهام سعيد مرسلة الغد سيهام يعني دعينا نبدأ بتصريحات المستشار الإعلامي لمجلس السيادة السوداني والتي استخدم فيها تصريحات هجومية حادة بل وطالب بتدخل المجتمع الدولي فحوا هذه التصريحات نعم مرحبا سينار بالفعل المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الطاهر أبو هاجة تحدث معلقا على العرض الأثيوبي الذي قدمته أثيوبيا اليوم لسودان بخصوص أنها مستعدة لتبادل المعلومات حول ملء السد في شهر يوليو ويوصص المقبلين وقال في تصريحات ربما هي حادة قال بأن مسألة حرب المياه ستأتي وستكون بصورة عظيمة وكبيرة وخطيرة جدا إذا لم يتدخل المجتمع الدولي والإقليمي لوقف على حد تعبيره الاستكبار الأثيوبي وقال بأن أثيوبيا منذ بداية هذه المفاوضات لسد النهضة هي تتعامل بنهج غريب جدا في أنها تستعدي الجميع وفي أنها لا تنسق مع الشركاء في هذه المسألة وقال بأن أثيوبيا تتبع هذا الأسلوب منذ بناء السد قبل عشر سنوات وهاجم بشدة الجانب الأثيوبي وتحدث عن أنه لا يتعامل مع المسألة بصورة أو بمسؤولية كافية وطالب المجتمع الدولي بالتدخل حتى لا تقوم هذه الحرب وتكون حرب خطيرة جدا بخصوص المياه كان هذه هي تعليقات مستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني على هذا العرض الأثيوبي بخصوص تبادل المعلومات مع السودان وفيما تنتظر كل الأوساط أيضا علقت وزيرة الخارجية على هذا العرض الأثيوبي الذي تلقاه السودان صباحا اليوم ونحن في انتظار تصريحات وزير الري والموارد المائية أيضا يجب أن يكون هناك موقف طبعا من وزارة الري باعتبارها هي القائمة الرئيسي على هذه المسألة وهي الأدرة والأعرف بالجرانب الثانية والقانونية لمثل هذه المسائل طيب يعني هناك خطوة أخرى ربما ذات ارتباط بهذا الأمر وهي بد حجز المياه في خزان جبل الأولياء لكن تطلعين على تفاصيل هذه الخطوة وأهميتها في هذا التوقيت نعم أعلنت وزارة الري والموارد المائية اليوم أنها تحتجز 600 مليون متر مكعب من المياه في خزان جبل الأولياء بالخرطوم ذلك تحسبا لعمليات ملء سد النهضة حتى لا تتأثر المشاريع المائية وبقية المشاريع الزراعية على النيل الأزرق في السودان ذلك ضمن سلسلة من التحوطات والترتيبات التي أعلنت وزارة الري السودانية أنها تتخذها ذلك تحوط لعملية الملء الثاني لسد النهضة خلال الأشهر المقبلة قالت بأنها ستعمل على تغيير مسألة ملء وإفراغ الخزانات السودانية وستعمل على ادخار بعض المياه أيضا لمقابلة أي ظروف قد تطرأ مع عملية الملء الثاني لسد النهضة يتوقع أن تكون المسألة ذات تأثير كبير جدا وربما سلبي جدا على الموارد المائية السودانية والخزانات على النيل الأزرق لذلك تتحسب وزارة التحسبات فنية وهي تترقب وهي تتابع بدقة جدا المناسب المياه وتتابع يعني كيف يمكن أن تتأثر كل المشاريع المائية على النيل الأزرق بهذه المسألة من الخرطوم سيهم سعيد مراسلة الغد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة